الى غرفة العزل احالتهم الكوليرا ضحايا ودون ما سابق انذار جفت اجسادهم وانعدمت السوائل منها مصابون بالكوليرا في زمن الاصابة بالرصص هنا في مستشفى الجوف العام ما فتأت اعداد الاصابة بوباء الكوليرا بالتزايد كل يوم حيث تمتلئ سجلات المشفى بحالات الكوليرا الوافدة اليه من مختلف مناطق ومديرية المحافظة عمنا المغضية بعد المغضية ما نسبرت بعدها سعفناها المستشفى ومنها الفحصات بعد الفحصات قالوا انتهى المرضى هذا الكوليرا لا تفرغ هذه الاسرة من المصابين بالكوليرا فما ان يتعافى احدهم حتى يكون مصابا اخر قد وصل هربا من الموت بحثا عن النجاة من الوباء وبإمكانات ضئيلة لا تكفي يقدم الاطباء في المشفى جهودا لانقاذ حياة المصابين ومثلما لم تتوقف جائحة الكوليرا من فتكها لارواح المواطنين الجوفيين لم تتوقف مناشدات ونداءات الاستغاثة بتوفير الأدوية والمحالل الطبية لانقاذ حياة المصابين بالكوليرا الذين بلغ عددهم في سجلات الصحة بالجوف مؤخرا الى خمسمائة حالة اصابة بالكوليرا منها اربع وفيات في حين الاستجابة حكومية او منظماتية تذكر حتى الان رغم كل تلك النداءات قدمنا عدة نداءات استغاثة للحكومة الشرعية والى المنظمات العاملة في هذا الجانب الانساني ولم نستلقي اي دعم من هذه المنظمات او الحكومة الشرعية نداءات استغاثة في حضرة الصم لا يسمع منها سوى الصدى العالي لاناتي واوجاع هؤلاء المصابين بالوباء من حاصرتهم الحياة بامراضها الفتاكة ودروبها الصعبة تتزايد حالة الاصابة بالكوليرا في محافظة الجوف يوما بعد اخر ومعها تذهب نداءات الاستغاثة ادراج الرياح ولا دور حكومي او منظماتي يذكر لانقاذ المواطنين من مرض يفتك بحياتهم علي الجرادي قناة بلقيس الجوف